استقبل حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله استقبل سموه رعاه الله رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر الشقيقة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة الثاني والوفد المرافقة وذلك بمناسبة زيارة رسمية للبلاد التقى خلالها أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حيث تم بحث سبل تفعيل التنسيق الأمني والتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية الأسيام في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم المستحدثة